اشتركوا في القناة الزمكان رباعي الأبعاد سنشرح الزمكان في هذه السلسلة من الرسوم المتحركة متحركة؟ أجل لا نتحرك كثيراً لا؟ بلى أستطيع أن أنتقل من هنا إلى هنا أوه كيف انتقلت من هنا إلى هناك؟ ما سرعتك؟ هل ركضت أم مشيت؟ هل تحركت في خط مستقيم؟ للإجابة اجعل فيزياء الرسوم خاصتنا تبدو أقرب إلى الفيزياء الحقيقية ستحتاج إلى لوحات أكثر لوحات أكثر في كل لوحة يكون أندرو في مكان مختلف قليلاً إذن أستطيع أن أرى أن كل واحدة تسجل مكان أندرو في وقت مختلف لكنه سيكون من الأسهل أن نرى ما يحدث لو كان بإمكاننا قص كل المئات من اللوحات ورصها مع بعضها ككتاب جيد لنقلب في الكتاب الآن لكي نرى كل لوحة بعد الأخرى تمر بسرعة 24 لوحة في كل ثانية أرأيت؟ أخبرتك أنها رسوم متحركة الآن تشاهدني أمشي رسم كل هذه اللوحات ووضعها في كتاب تقليب هي مجرد طريقة واحدة لتسجيل حركتي هكذا تعمل الرسوم المتحركة وحتى الأفلام كما تبين لنا بسرعة سيري هذه يتطلب الأمر الثانيتين لأتجاوز كل عمود وتبلغ المسافة بينها أربعة أنتار إذن يمكننا حساب أن سرعتي والتي هي سرعة حركتي في المكان هي متران في الثانية كان بإمكاني أن أعرف هذا من اللوحات بدون أن أقلب بينها من حفة الكتاب يمكنك أن ترى جميع صور الصور وصور أندرو وهو في مكان مختلف قليلا في كل واحدة منها الآن يمكننا أن نتنبأ بكل ما سيحدث لأندرو عندما نقلب أربعة وعشرين صفحة في كل ثانية بما في ذلك سرعة حركته بمجرد النظر إليها ما من داع لنقلب بينها حفة كتاب التقليب هذه المعروفة بمخطط الزمكان لرحلة أندرو هي كما حزرت الزمان والمكان ندعو الخط الذي يمثل حركة أندرو بخط عالمه إذا هرولت بدلا من أن أمشي فمن المحتمل أن أتمكن من تخطي سياج كل ثانية ليس رياضيا عندما ننظر إلى حفة كتاب التقليب يمكننا أن نقوم بنفس التحليل الذي قمنا به من قبل خط عالم أندرو وهو يهرول مائل أكثر من خط عالمه وهو يمشي يمكننا أن نعرف أنه يتحرك بضعفي سرعته من قبل من دون أن نقلب اللوحات في الفيزياء من الجيد أن نستعرض الأشياء من منظورات مختلفة ويجب على قوانين الفيزياء أن تكون ثابتة للجميع وإلا لن يخضع لها أحد إذن لنعد التفكير برسمنا ولنجعل الكاميرا تتبع أندرو وهو يهرول وأعمدة السياج تقترب وتبتعد عنه لنزال نعرضها ككتاب تقليب ولسنا بحاجة إلى إعادة رسم شيء نحرك كل الإطارات المقصوصة قليلا حتى يصبح خط عالم أندرو المائل عموديا تماما لمعرفة سبب ذلك قل بها أجل الآن أنا في مكاني أهرول في مكاني في منتصف اللوحة من حافة كتاب التقليب كان خط عالمي يتجه إلى الأعلى بشكل مستقيم وأعمدة السياج تجتازني أصبحت الآن خطوط عالمهم هي المائلة تغير ترتيب اللوحات هذا يعرف باسم التحول الجاليلي ويسمح لنا بتحليل الفيزياء من منظور شخص آخر وفي هذه الحالة منظوري أنا من الجيد أن نشاهد الأمور من وجهات نظر أخرى خصوصا عندما يتحرك المشاهدون بسرعات مختلفة طالما أن السرعات ليست عالية جدا إذا كنت شععا كونيا تتحرك بسرعة الضوء كتاب التقليب خاصتنا يفشل من منظورك ولمنع حدوث ذلك علينا أن نلصق اللوحات ببعض عوضا عن مجموعة من اللوحات المنفصلة سنحتاج إلى وحدة صلبة من الزمكان إلى الرسوم المتحركة التالية اشترك في هذه القناة ولا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة